تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية والصديقة ورؤساء الوزرات وأولياء العهود بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسبع عشر من ديسمبر أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية والذكرى السابع والاربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى التاسعة عشرة لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم ضمنها خالص تهانيهم لسمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة متمنين لسموه وافر الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين إطراد التقدمي والرخاء ترجمة نانسي قنقر